دعونا نفكر في نوع التفاعل الذي يمكن أن يحصل إذا كان لدينا بعض الميثان وبعض الميثان وبعض الكلور هنا فإذا نحن فقط تركنا هذا التفاعل ليحدث دون تدخل منا بالتسخين أو أن نضع ضوء الأشياء فوق كل بنفس الجيء على هذا التفاعل فالاحتمال الأكبر بأنه لا شيء سوف يحدث كل من هذه الجزئيات سعيدة بالوضع التي هي عليه ولكن إذا كان لنا أن نضيف الحرارة إلى هذا التفاعل إذا كان لنا أن نبدأ في جعل جميع الذرات والجزئيات تهتز أكثر وتصدن بعضها البعض أكثر أو إذا ضفنا طاقة من خلال ضوء الأشياء فوق البنفس الجيء ما يمكن أن نبدأ به هو كسر بعض من هذه الرابط الكلور الكلور بين كل من الرابط هنا تلك هي الأضعف وسوف تكون أكثر عرضة للكسر لذلك لو فكرنا مضافة بعض الحرارة ما الذي سيحدث؟ دعونا نرى واسمحوا لي أن أرسم إلكترونات التكافر لكل ذرة الكلور هنا الكلور هنا هذا لديه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 إلكترونات تكافر وهذا الكلور هنا لديه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 إلكترونات تكافر الآن عند إضافة الحرارة لهذا التفاعل بما فيه الكفاية لهذه المكونات أن تتكافز بعيدا عن بعضها البعض ولهذه الرابط أن تنكسر ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث؟ ما سيحدث هو أن كل ذرة الكلور هذه الرابط ستنكسر كل ذرة الكلور ستأخذ جزءها من الرابط إذن هذا سيأخذ فقط إلكترون واحد ولاحظوا رسمت السهم بنصف رأس يبدو كأنه صنارة سمك أنها مجرد نصف رأس وهذا يعني أن هذا الإلكترون سيقوم بالعودة إلى هذا الكلور وهذا الإلكترون الجواني سيقوم بالذهاب إلى الكلور على اليمين ويمكننا رسمه هكذا لو كان الأمر يعود لي كنت رسمت عليه مزيد من مثلي هذا لإظهار أن الإلكترون فقط يعود إلى الكلور ولكن الاتفاقية تبين أنه يمكننا إظهار نصف الرابط وهي تعود إلى الوراء للضر بهذا الشكل الآن بعد أن يحدث ذلك كيف سيبدو كل شيء؟ كيف سيبدو كل شيء؟ حسناً نحن لا يزال لدينا الميثان هنا إنه لم يتفاعل حقيقة إذا لا يزال لدينا غاز الميثان غاز الميثان اسمحوا لي أن أسمه قليلاً حيث لا يزال لدينا غاز الميثان لدينا هنا وكل ما حدث لأننا وضعنا الطاقة في المظام فقد قدرنا على كسر هذه الروابط للكلور الجزائي القسم إلى 2 من الذرات لدينا 1 على اليسار هنا ومن ثم لدينا 1 على اليسار هنا ومن ثم لدينا 1 على اليمين واسمحوا لي أن أرسم الإلكترنات التكافر للذرة على اليسار 1 أنا فقط قلبت وحتى لكم إلكترون وحيد في الجانب الأيسر هنا ومن ثم اليمين لديه 1 2 3 4 5 6 7 سبعة إلكترنات التكافر الآن كل واحد من هؤلاء لديه إلكترون غير مزدوج وهذا الإلكترون جداً 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 عالي التفاعل ونحن ندعو أي ذرة تحتوي على إلكترون فردي غير مزدوج وقابلياتها للتفاعل عالية جداً ندعوها الجذور الحرة إذن هؤلاء هم جذور حرة وفي الواقع الموضوع كله من هذا الفيديو هو تفاعل عناصر أو جذور الحرة 3-Radicalis حسناً وربما كنتم قد سمعتم كلمة الجذور الحرة من قابل في سياق التغوية وأنه من غير مفيد أن تترك هذه الجذور تسير حرة في الدم وهنا بالضبط نفس الفكرة إنها ليست بالضرورة على إلكترون الذي نتحدث عنه بل أنهم يتحدثون عن الجزئات التي تحوي الإلكترونات الفردية إنها سوف تتفعل مع بعض الخلايا في الجسم ربما حتى مع الحمض النووي في الخلية ربما هذا يسبب الطفرات التي قد تؤدي إلى أشياء مثل السرطان ولهذا السبب اعتقد العلماء أنه يجب أن لا يكون هناك جذور حرة في أجسامنا ولكن مجرد أن نشكل هذه الجذور الحرة في هذه الخطوة بالضبط هنا حيث وضعنا الطاقة في النظام للكسر هذه الرابط فإننا ندعو هذه الخطوة خطوة التحفيز اسموا لي كتابة هذا استخدمنا الطاقة هنا وكان هذا التفاعل مصد الحرارة نحن نستخدم الطاقة وهذه هنا هي خطوة التحفيز وما سنرى بشكل عام في التفاعلات الجذور الحرة هو أننا بحاجة لبعض الطاقة لبدء تنفيذه ولكن مجرد أن يبدأ في أنه يحصل نوع من سلسلة من التفاعلات المتتالية وما أن يتفاعل جزائق حر مع شيء آخر فإنه يخلق جزائق حر آخر الذي يحافظ على استمرارية التفاعل حتى تتفاعل جميع الجزائقات تماما وهذا هو السبب الذي يكمل في كون الجزائقات الحرة خطرة جدا أو سيئة لغاية من النظام البيولوجيا حسنا كيف سيتفاعلون الآن؟ حسنا أن هذا الإلكترون يريد تشكيل زوج من الإلكترونات الأخرى وربما لو كانت التحركات في الطريق الصحيح باتجاه صحيح ما يكفي من الطاقة ما سيحدث أنه يمكن أن تدفع أن تدفع الهايدروجين للخروج من الكربون وليس فقط براتون وإنما الهايدروجين أكمله وإنها سيتم تشكيل رابطة مع الهايدروجين باستخدام الإلكترون الهايدروجين حيث أنهما سوف يجتمعان معا وسوف تتشكل الرابطة وسوف يسهم الهايدروجين بإلكترون واحد لاحظوا أن أرسم النصف ساهم مرة أخرى وبالتالي فإن الهايدروجين لأنه يتخلى عن الإلكترون لأحد آخر ذلك سيعبر عنه بساهم الكامل إذن الهايدروجين سيساهم فقط بإلكترون لنصف الرابطة ثم الكلور الكلور سوف يفعل الشيء نفسه سأفعل ذلك باللون الأزرق إذا كان الكلور إلكترون التكافر هذا بالضبط هنا يمكنه أن يساهم نصف رابطة ومن ثم سيتم كسر هذه الرابطة من هنا وذلك الكربون على اليسار هذا الكربون هنا سوف يأخذ مرة أخرى إلكترونه إذن كيف سيبدو الأمر الآن كيف سيبدو كل شيء الآن بعد كل هذه التحركات لدينا الآن الميثان لم يعد غاز الميثان الآن إذا كنتم تفكرون في هذا لدينا ثلاثة من الهايدروجين أخذ إلكتروناته مرة أخرى إنه الآن جزيء حر الآن به إلكترون فردي شديد التفاعل وقد ارتبط هذا الهايدروجين مع هذا الكلور إسمحوا لي أن أرسم الكلور لديه هذا الإلكترون هنا وإلكترونات التكافأ الستة الأخرى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ولدينا الهايدروجين لديه الإلكترون الوردي الذي يساهم في الرابطة وهكذا جعلناهم يرتبطون هذا الكلور لم يعد جذرا حرا على الرغم من أن هذا لا يزال حرا واسمحوا لي بنسخه ولسقه الآن هو يتحرك في الأنحاء نسخ ولسق ولحظوا الآن كان لدينا تفاعل واحد لجزيء حر لكنه شكل جزيء حر آخر هذا هو سبب تسميتنا لهذه الخطوة بخطوة التكاثر أو الاتساع عندما يتفاعل جزيء واحد حر فإنه يشكل جزيء حر آخر الآن ماذا من المرجح أن يفعل هذا الجزيء الحر؟ حسنا قد يتبادل لأثاركم الرد البديهي أن هذا الجزيء الحر سيتفاعل مع الكلور الآخر ولكن نفكر في الأمر هذه الجزيئات هناك عدد هائل منهم في هذا المحلول وعليه فإن احتمالية أن يكون هذا في طريقه يتفاعل بالضغط مع هذا الجزيء الحر الآخر هي احتمالية من خفضة جداً لا سيماً في بداية التفاعل حيث الغالبية من الجزيئات ما زالت ميثان أو كلور جزيئ إذن هذا من المرجح أن يصطدم في كلور من أنه يصطدم في واحد من هذه الجزيئات الحرة المتكونة إذن لو عثر في جزيء كلور بالطريقة الصحيحة اسمحوا لي أن أرسل جزيء آخر من الكلور هذا هو جزيء الكلور وكل من هذه لديه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وهناك رابط هنا لو تصادم بطريقة الصحيحة فإن إلكترون الكلور فإن إلكترون الكلور يمكن أن يساهم هذا الإلكترون الحر هذا الإلكترون الحر أعتقد أن الـ CH3 سوف يساهم أيضا وهنا سوف يتشكل رابطة بين كل من الجذر الحر للكلور والجذر الحر للكربون بعد أن يحدث هذا الآن هذا مترابط مرتبط بالكلور هذا مرتبط بالكلور أصبح الآن كلوروميثان أسمح لي أن أرسمه لدينا الكربون والهايدروجين 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 الآن هو مرتبط بالكلور وأسمح لي أن أرسم الإلكترونات بحيث يمكن أن نتبع كل شيء لدينا هذا الإلكترون الجواني هنا نتتبع كل شيء ثم لدينا الإلكترون مع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع إلكترونات تكافأ إنهم الآن مرتبطين وهذا هو الإلكترون الميثان والآن لدينا جذر حر آخر لأن هذا وينبغي أن أسمهه هناك الرابطة هنا قد انكسرت لذلك يحصل على إلكترونه إنه ينتقل إلى هنا وهو الآن جذر حر لذا هذه خطوة إتساع وتكاثر أخرى Propagation ولا يزال لدينا جذر حر الأصلي يجلس هنا إذا نحن نتابع تشكيل المزيد والمزيد من الجذور الحرة الآن في نهاية المطاف سينفذ مننا الميثان سينفذ مننا الميثان وستنفذ أيضا جزيئات الكلور وبالتالي ستقل احتمالية تفاعلهم فعليا سيكون لدينا الكثير من الجذور الحرة وعليه بمجرد زيادة تركيز الجذور الحرة بدرجة كبيرة فإننا نبدأ برؤيتها ستتفاعل مع بعضها البعض وستبقى تتفاعل بشكل متواصل هذا يحدث لفترة طويلة حتى تختفي معظم العناصر الحرة حتى تختفي معظم العناصر الحرة أو حتى تختفي العناصر الغير حرة ولكن عندما يكون لدينا حساء من العناصر الحرة أساسا فسوف نرى مثل هذه الأمور سنرى مثل الحر سبقوا لي أن أرسمه هكذا سنرى ربما يتفاعل مع مثل آخر حر حيث كلاهما يساهم بإلكترون ويشكل رابط بينهما حسنا ثم ما أن تتكون الرابط حتى يصبح لدينا الإيثان CH3 إذن قد يكون لدينا شيء من هذا القبيل ولسمي هذه الخطوة التي فيها إثان من العناصر الحرة يرضي كل منهما الآخر نسميها خطوة الإنهاء وهي بداية لخفض تركيز العناصر الحرة في المحلول ولكن هذا يحدث فقط عند التركيز العالي للعناصر الحرة قد نرى ترابط عناصر الكلور الحرة معا مرة أخرى لتكوين جزء لدينا هذا جذر الكلور حر وهنا أيضا آخر حر هذا فقط سأرسم الإلكترون الحر يمكن أن تسترابط مع بعضها البعض مكونة جزء الكلور مرة أخرى مرة أخرى هذه خطوة الإنهاء أو يمكن أن نرى شيئا مثل المثل الحر مثل المثل الحر CH3 فقط للإختصاص أكتبها بهذه الطريقة المثل الحر والكلور الحر قد يتفعلان أيضا ومنهما يتكون الكلوروميثان CH3 CH3 CL إذن هذا سيحدث عندما يكون التركيز للعناصر الحرة عالية الآن شيء آخر قد يحدث ما أن يبدأ هذا التفاعل ولدينا الكثير من خطوات الانتشار قد يكون لدينا قد يكون لدينا الكلوروميثان وهو يبدو هكذا هو يبدو هكذا لدينا الكلوروميثان وسيكون لدينا ما يكفي من هذه ثم يصبح من المحتمل أن بعض عناصر الكلور الحرة قد تكون قادرة على قادرة على أن تفاعل هذا الشيء عسنا والطريقة التي سيتم بها ذلك هذا الكلور هنا وأنا مجرد أرسم أزواج الانترانات الحرة سيشكل رابط مع الهيدروجين من هنا إنهما يساهمان على حد سواء بالإلكترانات ثم الكربان سوف يأخذ مرة أخرى إلكترانه سيأخذ إلكترانه طبعا كلها أنصاف الأسهم قد يتبقى لدينا الهيدروجين والكلور وسوف يرتبطان والآن هذا على وشك أن يتحول لعنصر حر لكنه سيكون عنصر حر مترابط به الكلور إذا سيكون بهذا الشكل إذا هي إلكتران حر هنا الهيدروجين والهيدروجين وإذا قد يكون قادر على التفاعل مع جزيء كلور آخر إنه يساهم بإلكتران ربما يساهم هذا بإلكتران هذا هنا لا أريد أن أرسم ساهم كامل إنه يساهم بإلكتران للرابطة وثم يأخذ هذا إلكترانه مرة أخرى ويصبح عنصر حر ويصبح عنصر حر حسنا والآن لدينا ثنائي كلوروميتان ثنائي كلوروميتان لدينا ثنائي كلوروميتان سي أل سي أل ثم لدينا الهيدروجين وهيدروجين وهذا يمكن أن يستمر بالحدود كلما ازداد تركيز هذه العناصر الحرة أكثر وأكثر أصبح احتمال أن هذا يتفاعل مع كلور آخر واردة أكثر بطبيعة الحال يصبح هذا الكلور هنا عنصر حر ولكن الفكرة العامة هنا التي أردت أن أوضحها لكم هي ما أن يتكون لدينا عنصر حر حتى تبدأ سلسل من تفاعلات الخطوة الأولى تتطلب بعض الطاقة لكسر هذه الرابطة الكلور الكلور ولكن بمجرد كسرها سيكون هؤلاء على درجة عالية من التفاعلية وسوف يبدأون التفاعل مع أشياء أخرى وكما أنها تتفاعل مع أشياء أخرى فإنه سيسبب المزيد والمزيد من عناصر الحرة وعليه تبدأ هذه السلسلة من تفاعلاته وفي الواقع كل هذا يتطلب الطاقة لحدوثه هذه الخطوة هنا هذه الخطوة تتوسع أنها تتطلب قليلا من الطاقة ولكنها محايدة تقريبا أنها تتطلب طاقة لكسر هذه الرابط ولكنها تنتج الطاقة عندما يتم تشكيل هذه الرابط لا تزال تتطلب قليل من الطاقة ومن ثم أشياء مثل هذه تبدأ تصبح طالبة للحرارة وخاصة عندما نبدأ في خطوات الإنهاء بيبدأ إطلاق الكثير من الطاقة في الواقع هذا التفاعل يحتاج طاقة ليبدأ ولكن أن تبدأ سلسل التفاعلات حتى يبدأ في إطلاق الطاقة